أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وما يتحقق بها من نسب إنجازا على أرض الواقع تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذلك في إطار رؤية مصر 2030 جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في 1477 قرية والتواريخ المتوقعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا لمتوسطات النسب ومعدلات الإنجازة الإسبوعية